بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا القرآن يبنينا القرآن يبنيني يبنينا جميعا ويبني كل واحد فينا هذا هو ما سرنا حتى وصلنا إلى اليوم يوم التسعتاشر واليوم العشرين اللي احنا بنتكلم فيه عن معاني ما بتكونش غير موجودة مع القرآن الكريم القرآن يبني كل واحد فينا احنا سرنا مع القرآن الكريم لغاية ما وصلنا إلى المجال الرابع من مجالات البناء لأن القرآن الكريم بيبني فينا كل المجالات اللي ممكن نحيا بيها لأن القرآن حياة احنا فهمنا لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا الصحابة بإني كان قرآنا يمشي على الأرض إنهم بيقولوا إن القرآن حياة فاحنا فهمين أن القرآن حياة وعشان كده القرآن يبنينا يعني يبني حياتنا بكل مجالاتنا بنى زوتنا في الخمس أجزاء الأول ثم بنى بعد ذلك أسرنا في خمس الأجزاء اللي بعدها وبعد كده بنى العمل والآن يبني العلاقات وبنختم بناء العلاقات بدأنا في بناء العلاقات مع القرآن الكريم لما كلمنا عن أول لبنة من لبنات القرآن من أول لبنة من لبنات العلاقات وهي لبنة مهمة جدا على حد نسواء في مسألة العلاقات فكانت السواسية فنبقى متساويين في العلاقات طب بعد كده محتاجين نتشارك فكانت التشاركية كانت اللبنة الثالثة هي التشاركية ونبالح تكلمنا اه احنا تقبلنا سواسية تشاركنا لازم نعمل ايه عشان علاقة تستمر الصيانة عشان ايه بقى عشان يحصل اهم حاجة في العلاقات وتكتمل منظومة العلاقات مع القرآن الكريم يبقى احنا محتاجين ايه ان احنا نستثمر العلاقات النهاردة نتكلم عن قيمة استثمار العلاقات والقيمة دي اللي بتكلمنا عنها الاية رقم عشرين في سورة القصص في قولي تعالى قالت احداهما يا ابا تستأجر ان خير من استأجرت القوي الامين يبقى ايه اللي بيحصل شوف العلاقة استأجره لانه فيه صفات مميزة هذه الصفات المميزة تجعل هذه العلاقة اللي هي علاقة الايجارة او حتى علاقة المعرفة توصلنا الى ان احنا يبقى معانا نوع من انواع متان العلاقة واستثمار العلاقة في اشياء في حالة من حالات استثمار العلاقة انسانيا وايضا حياتيا فالاستثمار هنا في الاية استثمار انساني وحياتي بكل اشكاله وعشان كده لابد يكون الانسان عنده جدارات في العمل عشان الناس تقدر تستثمر علاقته بيه من خلال هذه الجدارة فالناس اللي بتستثمر بغير جدارة مش بيقدروا يسيروا في مرضات الله سبحانه وتعالى زي ما بيلموا الفلوس من الناس وبيستثمروا فيها ومما مش قادرين لا ده احنا لازم كمان نستثمر العلاقات في اصحاب الجدارات هنا الاية بتعلمنا حاجة مهمة جدا عايز تستثمر في العلاقات بتاعتك استثمر في اصحاب الجدارات يعني ايه اصحاب الجدارات اللي عندهم مهارة اللي عندهم قدرات فعلا ممكن يخلوا الحياة افضل ممكن يضيفوا قيمة اضافية في الحياة الجدارة يعني ايه جدارة الجدارة يعني سلوك ظاهر منضبط يمكن قياسه يوصل إلى النتائج بكفاءة وفاعلية القوة والأمانة كما كانت في حالة سيدنا موسى بوضوح سيدنا موسى كانت عنده جدارة وعلى ذلك جاء على لسان من سيدنا شعيب إن القوة والأمانة فقال المفسرون إن الرعاة كانوا لما بيخلصوا سقيا أغنمهم كانوا بيضعوا على فم البئ سخرة عظيمة لأسباب كتيرة بقى مش هي دي المكان اللي احنا نشرح فيه فبيقوا البنات يسقوا أغنمهم من المياه المتبقية من السقاية الرعاة لأنهم ما يقدروا شيرفعوا السخرة ولا يزحموا الرجال في السقاية اللي ضعفوهم فلما سيدنا موسى شفهم وعرض عليهم المساعدة راح رفع السخرة لوحده علي وعلى نبينا الصلاة والسلام رفع السخرة لوحده وسق لهم الغنم ورد الحجر مرة تانية منظر بالنسبة للبنات منظر مهيب هي بتشوف الرجالة مع بعضهم بيشيروا السخرة ييجي سيدنا موسى يرفع السخرة لوحده كده ايه اللي حاصل فشافت ابن سيدنا شعيب قوته في رفع الحجر وتمكنه من سقاية الأغنم من غير من غير مغنم واحدة تقع في البير فشافت الكلام ده فشافت قوته ايه اللي حاصل فبقت عنده فهم واضح انه هو قوي هو صاحب كفاءة وصاحب بنية جسدية تمكنه من العمل حتى لو كان العمل ده شاق وبقى كمان شافت امانته كمان لما قصت القصة لما هو مشي وكان بيتدله على الطريق لذلك قررت ان هي تقول لوالدها اللي حصل ده كله وتعرض عليه ان هو يستأجره فلما والدها شافه ولقى انه على خلق وصاحب جدارة ايه اللي حاصل اكيد لازم دي علاقة لازم تستثمر فايه اللي حاصل فقرر ان هو يستثمر في علاقته به ويه لا يكتفي بعمله نعمل بها ايه نستثمر بقى العلاقة ايه اللي حاصل رح عندها رح مجوزه بنته اه ده استثمار في العلاقة واحد جدير وواحد صاحب اخلاق نستثمر العلاقة ونخلي العلاقة تمتد وتتسع وتبقى كمان في علاقة اسرية وكمان العلاقة تمتد كمان تبقى عائلة جديدة فكل ما استثمرت في علاقاتك كل ما كانت نجحة لكن الاستثمار لازم يكون عن بحث وتقييم دقيق فتخلي كل شخص في المكان اللي يقدر يبدع فيه فلو كانت مدرس وعندك تنميش شاطر في الحساب شجعه وسعده ينمي ده وجهه الى الكلية المناسبة لقدراته وشجعه زي ما كان لو عندك طارب شاطر في العرب شجعه كمان على القراءة وشجعه كمان على الكتابة وشجعه كمان على انه يبدع وممكن مفيش مانع ان انت تساعد وانه يتعلم الشعر وكمان يبدع في ده وممكن يبقى دوة وحلمه من غير ما انت اللي تضاع له حلمه لكن ساعده لازم نتعود على عندنا ان احنا ننمي جدرات الناس ونبني علاقاتهم بناء على هذه الجدرات لان كل ما بنعمل ده كل ما المجتمع بيصبح متماسك كل ما العلاقات بتنتج انتاج حقيقي في المجتمع شوف كده استئجار القوي الأمين هيعمل ايه؟ هيعمل مجتمع متماسك ومجتمع صاحب وعي وصاحب قدرة وعشان كده لازم احنا نستثمر النجاحات في العلاقات عشان الناس تحس انك قيمة مضافة في حياته وعرف انه مش مطلوب منك تكون بتعرف كل حاجة ياريت نفهم ده ياريت كل واحد فينا نفهم ان احنا محتاجين بعض ومحتاجين نستثمر بعض لان احنا مش كل حاجة بنعرفه فلما نعرف قدرات بعض ونركز عليها ويساعد كل واحد مننا التاني المجتمع يتماسك بهذه الطريقة لكن لما نكون حسين بان احنا بنعمل كل حاجة او ان احنا كلنا لازم نعمل كل حاجة مش هنقدر نقدر جدلات بعض ولازم نكون فاهمين ان علاقتك دي رزق من عند الله سبحانه وتعالى وهو اللي بيحفظها لك ورزقك وربنا سبحانه وتعالى هو اللي حافظه وعشان كده لازم نتعود على ده ولذلك تعالوا نشوف ايه الاجراءات اللي احنا ممكن ببساطة نقدر نوصل بيها الى ان احنا نعيش ونستثمر جدرات اول حاجة كل عمل بتعمله في علاقاتك اسأل نفسك قبله عن الجدرات الخامسة عن معايير الجودة الخامسة معايير الجودة الخامسة ان العمل اللي انا بعمله ده هل لي جدوى ولا ملوش جدوى تاني حاجة انا جدير بيه ولا مش جدير بيه يعني عندي جدارة فيه ولا لا تالت حاجة انا قادر اعمله بجدية ولا لا رابع حاجة هل انا قادر احافظ عليه ان هو يكون في جودة ولا لا واخر حاجة هل لما يطلع من ايدي هيطلع وهو بيشتمل على جماله ولا لا لو عارف ده وعرفت تتجاوب على الأسئلة دي وقادر تعمل العمل بالشكل ده أكيد العمل ده هو اللي ممكن يكون قيمة إضافية في المجتمع غيره من الأعمال مش هتكون كده احنا لازم نركز على الأعمال اللي فيها عنوين وجدارة ولازم تجرب دايماً أن أنت تعمل شيء جديد مع أحبابك عشان تكتشف قدراتك لأن أنت لو عملتش ده هتفضل عامل زي الكنز المخفي محدش بيستفيد منه كل ما تجرب مع أحبابك شيء كل ما يكون أحسن تالت حاجة اطلب من شخص عزيز عليك أنه يقول لك نصيحة تطور من علاقاتك مع الناس وتفضل أنت دايماً في تطوير دائم ومستثمر لعلاقاتك في مجالات جديدة في حياتك هنكمل الكلام عن أهم لبنة من لبينات اللي بيناها فينا القرآن الكريم في علاقتنا وهي لبنة الاستثمار لبنة الاستثمار دي من أهم اللبنة اللي بتحسسنا قد إيه نعمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة وليست لها حدود استثمروا استثمروا قدرتكم واستثمروا علاقتكم تروا نعمة الله سبحانه وتعالى وتروا بفضله بعد الفاصل نكمل الكلام عن الاستثمار وكمان نتلقى أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على فيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة وتفضل الجسر الممدود بيننا بالنور عشان تفضل مجالس العلم وخاصة في الشهر المبارك ممتدة عشان نذكر في الملأ الأعلى إن شاء الله بمجالس الذكر احنا تكلمنا النهاردة عن لبنة مهمة جدا 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 بنختم بيها لبنات بناء القرآن لعلاقتنا كانت اللبنات هي التقبل ثم بعد كده السواسية ثم بعد ذلك التشارك وبعد كده كمان كانت اللبنة لبنة الصيانة وختمناها بختام المسك في مسألة العلاقات بلبنة الاستثمار لازم نعرف إن الاستثمار ده مش عيب في العلاقات لكن العيب في العلاقات هو الاستغلال العلاقة لما تكون فيها استثمار إن احنا نخلي العلاقات تفتح لنا مجالات رائقة وفائقة في العيش ده شيء مهم جدا جدا فالناس اللي بتعمل مع بعض وبتحاول بقدر كانت تستثمر علاقتهم مع بعض ده شيء مهم جدا جدا ولذلك لما قالت يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي القوي الأمين ده معنى مهم جدا 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 كان حقيقي في مسألة العلاقات ولذلك هو مش بس استثمر العلاقة بإنه استأجره لكن كمان جوزه بنته وكان دوت نوع من أنواع تمتين العلاقة بينهم ما كانتش علاقة بس علاقة مادية لكن كانت كمان علاقة إنسانية احنا نقدر نعمل ايه عشان نقدر نستثمر علاقتنا طول الوقت أول حاجة أي حاجة بتعملها لازم عشان تستثمر علاقتك وتأكد إن العلاقات بتاعتك علاقت جيدة طب أنا فيها خمس معايير من معايير الجودة ومعايير الاتزان مهمين جدا هم أولهم حرف الجيم أنا بسميهم 5G أول حاجة إن انت تأكد إن علاقتك طول الوقت إن علاقاتك أو أي حاجة تستثمر فيها علاقاتك تكون بتشتمل على جدوة يعني ما تعملش أي حاجة في استثمار علاقة من علاقاتك ما لهاش لازمة وما لهاش أهمية لأن انت لو عملت ده ده مش هيعتبر استثمار حقيقي الحاجة الثانية حاول بقدر الإمكان إن انت لما تيجي تستثمر علاقتك استثمر علاقتك في حاجة أنت عندك جدارة فيها القوي الأمين تذكر دائما القوي الأمين يبقى أنت تستثمر حاجة أنت عندك جدارة فيها عندك مهارة وعندك قدرة فيها الأمر الثالث إن أنت لما تيجي تستثمر علاقتك لازم تستثمرها في حاجة وإنت مليان جدية ما تسيبش الجدية بتاعتك لازم تكون جاد ما يبقى ما فيش تراخي فيه نوع من أنواع الحرص الشديد على إن استثمر العلاقة رابع حاجة لازم تراقب جودة الحاجة اللي أنت بتعملها دي لأن أنت لو ما قبضتش جودتها أنت مش هتبقى بتستثمر حقيقي آخر حاجة فيه حاجة الناس بتغفر عنها جدا جدا من معايير إن العلاقات تكون استثمرها استثمر حقيقي إن العلاقة تبقى جميلة إن العلاقة يبقى فيها جمال أي حاجة أنت بتعملها وبتفتقد إلى الجمال هي في الحقيقة بتفتقد إلى إيه؟ بتفتقد إلى الاتزان ده كله لازم نضيف إليه كمان حاجة مهمة جدا إن أنت تجرب دايما حاجات جديدة مع أصدقائك تجرب إن أنت تكتشف وتجرب قدراتك وتجرب مهاراتك وتستثمر العلاقات دي لأن هما هيكونوا مساعدين لك في مجالات أخرى جديدة زي واحد يعرف يدرب يشوف مجال تاني يدرب فيه يشوف مجال تاني يعمل فيه يجرب الكلام ده مع أصدقاء وهم يديروا الفيدباك وعشان كده دايما أقول لحضراتكم الإجراءة التالت هو إن أنت تشوف حد عزيز عليك يديرك زي ما بيقولوا يديرك الانطباع عن أدائك ويديك انطباع عن استثمارك لعلاقتك لأن دا عيكون مخلص لك وعيكون دايما دا نوع من أنواع فتح مجالات جديدة لك ويكون دا نوع من أنواع ضبط استثمارك لعلاقتك إذا عملنا ده أنا أظن أن علاقتنا إن شاء الله بكل هذا بالتقبل بالسواسية بالتشاركية بالصيانة وكمان بالختام بالاستثمار علاقتنا عتكون في خير حال وتكون باب من أبواب فتح أبواب الجمال على الرب سبحانه وتعالى المتعالي يا رب اجعل علاقتنا دايما في مرضاتك وفي محبتك وفي الإخلاص وفي النعمة وفي السعى يا رب العالمين